عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بالتطوير مشروع منطقة الحفائر بالفستاطة ضمن مشروع تطوير حضاء اقتلال الفستاطة وخلال الاجتماع اشار رئيس الوزراء الى الزيارة التي قام بها مؤخرا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وما يتم تنفيذه من اعمال على ارض الواقع لافتا الى الاهتمام الذي يحظى به هذا المشروع من جانب الرئيس السيسي واكد الرئيس الوزراء ان تطوير منطقة حفائر الفستاط يأتي في اطار مشروع احياء المنطقة التراثية وتحويلها الى متحف مفتوح يعبر عن اقدم العواصم الاسلامية في افريقيا